في نهاية الحلقة الستة واربعين وبعد أسر النساء والأطفال شفنا إن الكل مرعوب شفنا الرعب في عيون الجميع بما فيهم سفرية إلا الوحيدة اللي كان عندها سبات كبير جدا على الرغم من إن السيف كان على رقابتها هي أقن آية أنا يعني بصراحة الممثلة كانت رائعة سباتها كان مبدع وفي نفس الوقت نطقها للشهادة كان ولا أروع من كده فهي يعني هو الرجل اللي قدامها من الآخر اتخذ وإحنا قلنا في الحلقة في تحليل الحلقة اللي فاتت إن هو مش هيقتلها بسبب سباتها ده بنشوف كمان في الحلقة دي إن هي من شجعتها ومن قوتها قدرت إنها تاخد سكينة بدل سفرية وتنقذ سفرية فأقن آية مثال للشجاعة بصراحة يعني أي نعم هي خلاص فقدت كل حاجة مش معدش بقيلها حاجة فقدت ابنها اللي اداينا كلنا إن هو خلاص انفصل بعد السرعات الكبيرة اللي حصلت دي ولكن خلاص يعني بس هي ستة مليون راجل كان لازم أشيد بأداءها الكبير في الحلقة لأن بصراحة تستاهل ده الحلقة السبعة واربعين من المسلسل قلب أرسلان لا تقل قوة على الحلقات السابقة فكانت حلقة رتمها سريع وفي نفس الوقت أحتاسها كثير وفي نفس الوقت حماسية من ناحية الأكشن والمشاهد القتالية كانت جيدة جدا دلوقتي خلاص السادة منقسمين فسليمان مع الوزير مع بعض السادة اللي حوالينه هناك خلاص يعني خلوه بيعوه كسلطان ولكن باقي السادة لسه مع ألب أرسلان وبايعه ألب أرسلان إنه هو السلطان وبالفعل ألب أرسلان بيتعامل كأنه سلطان سليمان ماشي وراء الوزير الوزير هو اللي بيحركه وده كان موجود تاريخيا فتاريخيا كان سليمان صغير تالي يعني طفل لسه وكان اللي بيحرك الدنيا كلها هو الوزير ومش سليمان نفس اللي حصل دلوقتي بالزبط برضو هو اللي بيحركه ولكن الفرق سليمان كبير وتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة طيب سليمان ملبوخ بالصلح وملبوخ باللي هو عايز يثبت نفسه إنه هو سلطان وفي نفس الوقت مرعوب من قلب أرسلان شفناه هو بيلبس عباية السلطانة إيه اللي حصل وإن هو كان مرعوب وهو بيلبس عباية السلطانة هو كان مرعوب إن قلب أرسلان يكون بيسمها وإن هو متأثر به وبشكل كبير جدا على الجانب الآخر قلب أرسلان مش هامه بيحضر لفتح فاسابورغان باستغلال سليمان اللي هيروح في زيارة مع بنت التكفور لفاسابورغان عشان خاطر يعني يفتح القلعة مرة أخرى ويسترد قلعة فاسابورغان اللي بيسمحها الكونت ليون وبالآخر بينقصها ولكن هل بالفعل هيتم فتح القلعة ولا لأ توقعاتي إن هيتم فتح القلعة الحلقة اللي جاية لأنه من الواضح إن المعرقة هيعمله فخ وحسن أتى بك هيخش يلاقي الجنود ميتين بس يعني آل بارسلان هينبهو لأن احنا شبنا المشهد الأخير اللي من واجهها ما بين سليمان وبين آل بارسلان إنه هما الاتنين كانوا موقفين قدام بعض فامتال إنها كانت في القلعة لأن اي بارس بي موجود بجنوده كاملة مع سليمان هو سليمان رايح تحت حمايته أصلا فكل دول تحت قلب ارسلان اللي أظن هيفتح القلعة تبقى يعني نهاية حلوة وفي نفس الوقت احنا حابين إن خلاص الأحداث تطار عن كده إن من الواضح إن ده هيبقى هو بالفعل آخر موسم فهو هيكون آخر موسم لألب ارسلان فيبقى يعني يجررنا الأحداث شوية عن طريق انهاء يعني سلطنة خلاص سليمان ويبقى خلاص يتنصى بقلب ارسلان كسلطان على الجانب الآخر برضو احمد يعني اثر قطاملش بس أظن من ان هو هيوصل الاتفاق مع قطان مش بلا ان هو هيهمه في الاخر ومصلحته ولما يمكن يجيله الخبر اللي حصل في فاسا بورغان فيتم انقاذ قطاملش ويعني يتحد معاه لانه واحنا عارفين ان احمد بيهمه مصلحته يعني زي ما قلت يا الحلقة اه يعني احداث بسيطة بس يعني تبني الاحداث كتيرة مع الحماس الموجود في الحلقات في انتظار الحلقة القادمة بإذن الله في انتظار الاعلان التاني لما ينزل اللي لو في اي حاجة جديدة هنتكلم فيها ولو ما فيش فيه فهننتظر الحلقة القادمة ونتكلم عنها بإذن الله اول ما تنزل يا ريت لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير للحلقة ويعني انت مش مشترك تشترك في قناة واتفعل زر التنباتة عشان يوصلك اشعر بالحياتي جدا وما تنزل وما تنساش برضو تابعينا على انستجرام وعلى فيسبوك وانتلوك واشوفكم في حلقة دي بإذن الله